اهلا مرحبا بكم اعزائي الدارسين بدبلوم ادارة الازمات استكمالا لمادة الازمات الدولية النماذج العملية هي الازمات الدولية المفروض هيبقى المكرر على حضرتك تلات ازمات الازمة الاولى هي ازمة برلين الغربية والمطلوب من حضرتك تعرف ما هي ازباب ازمة برلين الغربية النتائج والاثار المترتبة على هذه الازمة على الاطراف المختلفة تحليل انتقادي لكيف تم ادارة هذه الازمة موضحا وجهة نظرك الشخصية بالاضافة الى تحديد اهم الدروس المستفادة من ازمة برلين الغربية الازمة التانية هي ازمة السواريخ الكوبية وهيكون نفس اللي تم في ازمة برلين برضو حضرتك هكون مطالب به في ازمة السواريخ الكوبية برضو تحديد ازبابها والنتائج والاثار المترتبة عليها تحليل كيف تم ادارة هذه الازمة والدروس المستفادة منها ونفس الكلام بالنسبة له ازمة كوسوفو نقدر نلخص وبالتالي نقدر نلخص المطلوب في التلات ازمات السابقة اولا تحديد ازباب كل ازمة وتحديد النتائج والاثار المترتبة على هذه الازمات ثم تحديد كيف تم التعامل في ادارة الازمات السابقة موضحا وجهة نظرك الشخصية واخيرا تحديد اهم الدروس المستفادة من كل ازمة وبالتالي كده تم الانتهاء من المكرر الخاص بالازمات الدولية ما خالص تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح والتفوق ان شاء الله اشتركوا في القناة